أكثر من مئات الباحثين اللي هم يشتغلوا على الهرم سواء الأهرامات الديزة أو الأهرامات اللي موجودة في حدة كثيرة في العالم فثبت أن دي كانت مراكز طاقة وأن دي حضارة متقدمة جدا كانت موجودة في وقت من الأوقات نمنعي على الهرم الأكبر الحريرات اللي موجودة هم منعين دخولها ما عرفش ليه إنما موجود الحريرات دي دخل الأجانب فيها وعملوا أبحثهم وكلام ده كله بنطلع من الكلام ده كله كان هذا يبقى إذن الهرم ده كان أكبر مركز للطاقة وكان الطاقة قهربائية والميكروية والطاقة لغاية موصلنا طاقة نيووية والكلام ده كله معنى كده إن الطاقة الحرة وحضرتك قلت لما في نص منتصف القرن اللي فات وتعمل الطاقة الحرة وإدت لكي يبقى فيه سيطرة معينة على العالم بطريقة معينة وده مرتبط من موضوع اللي احنا بنتكلم فيه موضوع المسونيين أن هناك جاهة أخرى أكبر مخفية بتسيطر على العالم إحنا في مصر هنا مية بتدور يعني أنت قلت حرة بسيطة جدا فأنا عادة أفكر فيه مية بتدور يعني مية بتلف كده أما بتلف بتعمل مدينة المغناطيسة إذا تقطع بأي حرة سلكي كده حيتولي الكهرباء على طول نقدر نعمل ده عندنا طبعا إحنا نقدر نعمل ده وغير كده يعني المية الوحدها لها أكثر من طريقة يعني إحنا مثلا لو نلاحظ مثلا الفلاحين أو في الصعيد كان يجي عشان يشق حجر يجي بالليل مثلا يوم غارز في فلقة فيه مثلا حتة خشب ويوم بليلها مية ويروح ينام يسيبها تاني يوم يليها مفلوقة ده نفس اللي لحظه فيكتور شوبرجر القوة المتعددة الماء مش بس طاقت الفورتكس المستويات المختلفة للماء أو اللي احنا بنسميها طاقت البرزخ بالعربي دي من أحد طاقت اللي على فكرة مستخدمها بس والماء كان عشان بيخلي الخشب يتمدد أيوة يعني أنا قصدي أن الطاقة الموجية كقوة طاقة طاقة لتوليد الكهرباء المائية مجرد بحركة المياه بس غير بعلا ما نستخدم أنه أصلا الفورتكس المائية أو الدوامة المائية بينشأ عنها قوة مغناطسية قادرة على توليد الكهرباء النوة طبعا أن المياه لها يعني باع كبير جدا ممكن لما نفتح الطاقات الحرة نفتح باع أشكال متعددة الطاقة الشمسية فيه استخدامات للطاقة الشمسية أكتر من الفوتو سيلز والكلام دا كله والكلام اللي إحنا بنقضي فيه دا كله بس عشان يعني ما نحدش على الموضوع أنا ممكن نبقى نفتح بقى موضوع الطاقات الحرة فيه تجارب كتير في مصر وعلى فكرة معظم تجارب كتير عملها ناس صغرين وناس في الفلاحين وناس كذا وعلى درجة عالية جدا من الذكاء ومواتير بتمشي بالهواء مخترعين وإزاي يولدوا هيدروجين بزبلت الألمونيوم مع البوتوس دي يشتغل فيها ناس كتير في مصر بوتوس اللي هي البوتوس الكوية بوتاسيوم لا سودا كوية آه اللي هي سودا كوية منها في الغسيل دي آه دي مع زبلت الألمونيوم فيه واحد يعني إن شاء الله هنفتح الموضوع دا واجب لكم تجربة من ناس بسيطة جدا في مصر لكن مخها عالي جدا في الزكاء بس هل بنقف عند حتة هو بنقف عند حتة لأن فيه سياسة عامة مفروضة على الدول بعدم تبني هذه المشاريع وهذا ما يجب أن يتغير طيب إن لازم يكون فيه تبني لمشاريع الطاقة الحرة على مستوى الدولة ورعاية هؤلاء البحثين سواء يعني على فكرة فيه ناس من البسطاء أكثر تخصصا من المتخصصين أو الدارسين لأنه هم يعني أنا حفرقك بواحد أسامة دا لمن وراء حفرقك الأسبوع دا إن شاء الله هو بيعمل المطور اللي بيبليت حركة من المية برضو والشو حالة زي بالحالة بتقولها دي وسامة طالب على فكرة أكتر الناس اللي اشتغلت الناس الصناعية ليه؟ لأن انت وانت صناعي ماينفعش وانت أكاديمي مش هتخترع طول ما انت قاعد على مكتب الناس اللي هي في الشارع وفي الشغل وإذا في البتاع هي اللي بتلاحظه وبتفكر فتعمل الحلول فبالحلول بتكتشف أمور فمعظم محمد تركي كده اللي عمل مكور العربية بالهوى ده ما هو كده ما هو مكانية وانا فيه قدامي مئة حد يعني انا مثلا مختلطة بال يعني ما بعدش على مكتب انا مختلطة بالتاع فانا أعرف ناس كتير يعني اكتشفوا حاجات ما وصل لهاش الأكاديميين وبنسبتها بنسبت صحتها ففي يعني ممكن مثلا ان شاء الله نفتح ناسا مضوات طاقة الحرة أجيب لحداك نمازل بقى يعني لو حد دخل على مثلا اليوتيوب على الفري انرجي هيلاقي في مصر مثلا ما لا يكل عن مثلا خمسمائة فيديو لممارسات ناس بسيطة وطلبة وناس بحسين وكذا حاجات رائعة وفي في العالم وفي في الدول العربية وفي في الأردن بس كل ما بي لا يوجد جهة تتبنى هذا مع ان احنا احنا محطوطين ربنا مدينا كنز لا حدودة له واحنا بي ربنا مدينا كنز لا حدودة له الشمس من الطاقات مش بس الشمس على فترة احنا بناخد كمان طاقات نجمية احنا بناخد طاقات مكون بناخد طاقات أسرية متعددة في طاقات زبزبية عالية جدا في الكون احنا ممكن نستفد بيها هم استفدوا مثلا بالطاقة الأسير في توليد اللي هي مثلا طاقة الأرجون استفدوا بالطاقة ده قدماء مصري اه في طاقة رانين في الأرض وطاقة زبزبات في الكون هنتكلم عن طاقة الرانين دي بقى اللي بيخلقوا بيها اللي بيولدوا بيها الطاقة المايكروية الهائلة انهم اخدوا طاقة الرانين ممكن نشوف برضو في ملف الهرم كمولد طاقة اللي هو توليد الطاقة المايكروية برضو الهرم بالنسبة لقطر الأرض يقع برضو في منطقة اللي هي بتاخد اعلى طاقة رانين خاصة بالأرض طاقة الرانين دي من الطاقات الطبيعية اللي في الأرض وهي طاقة بتاخد الزبزبات فيه برضو صورة أخرى لها يعني ده موقع الهرم بالنسبة فيه اللي هو توليد الطاقة الماكروية توليد الطاقة الماكروية مهمة النهية موقع الهرم بالنسبة لقطر الأرض وبالنسبة لأنه هو برضو على النقطة من أكبر نقاط الدوامية بيوصلوا طاقة رانين هائلة من كذا مصدر سواء من الفورتكس نفسها سواء من الطاقة الرانية بتاعة الأرض سواء من حركة الأرض نخلي الصورة دي شوية معلش نخلي الصورة دي شوية حركة الأرض نفسها بتعمل نوع من الزبزبات زي لأن الحركة دي فيها رجراجة دي بتقدي برضو لرانين أكتر فيه تجميع لطاقة الرانين دي بنفس الطريقة بيتم عن طريق يعني فيه ملفات برضو داخل الهرم شبيهة بما احنا قلنا عليه اللي هي هلموت سكويلز ودي بتوصل طاقة الرانين بتفلطرها بتوصلها كموجات صوتية على نفس سقف حجرة الملك دي غير بقى أن فيه مسارات لها نفس المسارات نفسها معمولة برضو بالجرانيت علي الكسافة الكوارتس كوارتس كان بياخد برضو الموجات الصوتية دي بيستخدمها بقى في حاجتين بيستخدمها في حاجتين والحاجتين دول برضو يعني شرحتهم باستفادها على الصفحة وممكن شرحهم تاني استخدمها في حاجتين أول حاجة توليد الطاقة الماكروية عن طريق اللي هي الكوارتس وزي ما قلنا البيزو إلكترك إفاكت اللي هو بيقوم ناشئ عنه مجالات مغناطسية بيقوم عاملين توليد وده ملاحظة في غرفة الملكة بيتعمل توليد كيميائي للهيدروجين وبيتم ضغطه في الشفط ديق جدا واصل لحجرة الملك فبتعرضه للمجالات المغناطسية الكبيرة دي بيقين زرات الهيدروجين أو بيعمل لها اكساوتيشن أو إصارة يعني اكساوتيشن يعني الزرة نفسها في حالة التوازن بتاعها بتبقى فيه نوايا وبيبقى فيه مسارات للإلكترون لما الزرة دي بتاخد مجالات عالية جدا أو طاقة عالية جدا الإلكترون ده بتنقل لمدار أعلى فبتبقى الزرة في حالة إصارة عشان ينزل للمسارة الطبيعية بتاعه بيقوم بطلع فوتون عالي جدا يعني بطلع زي شعاع ضوئي أو فوتون عالي الطاقة تجميع الفوتونات دي هو اللي بيعمل الطاقة الميكروية الهائلة اللي هي للهرم فده كم عمل لها منظومة كاملة بحيث أن الهيدروجين ده يدخل يحصل له إصارة أو يحصل له وفي نفس الوقت يقوم بطلع بقى اللي هي الطاقة دي بيتم تجميع الطاقة دي ميكروية دي الطاقة الميكروية دي بيعملوا بيها إيه؟ الطاقة الميكروية دي ممثلة أولا بيعملوا بيها كزا حاجة نتكلم عنها بس دي ممثلة بالزبط لاستخدام سلاح حرب دي ممثلة بالزبط ليه؟ سلاح حرب مبني على إيه؟ مبني على برضه نفس الفكرة وتوليد الطاقة الميكروية وتصلتها لطبقة الآيون السفير بس البنات الأهرامات كانوا بيستخدموا للصالح إنما كسلاح حرب بيستخدموا للسيطرة والتدمير والبتاع بس هو نفس النظرية هو بيقوم طلع عنا ممكن برضه بمناسبة الموضوع ده فيه فيديو اللي هو The Holy Great Vortex The Holy Great Vortex هرب الفيديو ده بيوضح يعني إن منظومة السلاح هرب متاخدة بالزبط من فكرة توليد الطاقة الميكروية في الهرم الأكبر هو فيديو اسمه The Holy Great Vortex حرب ده هنا بنشوف طبعا الجريد اللي هي بتاعة الشبكة العادية بتاعة النقاط الدوامية على الأرض وإن الهرم أصلا زي ما قلنا هو مبني على نقطة أساسية اللي هي النقطة الدوامية الأساسية نفس فكرة سلاح هرب في توليد الموجات الميكروية هي نفس فكرة الهرم وكان الموجات الميكروية دي لها كذا استخدام بالنسبة الهرم لكن بالنسبة لإسلاح حرب وبردو الهرب انهم كانوا بيصلطوا على طبقة العيون السفير اللي هي الخاصة بالأرض لما انت تصلطوا على طبقة العيون السفير الغلاف الجو يعني هي طبقة في الغلاف الجوي الطبقة دي لما انت تصلطوا على بقعة موينة بتقبل ان يتم شحن طاقة عالية جدا 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 بتفضل تشحنها 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 بالطاقة المايكروية دي بتستخدمها بقى اكثر من استخدام يعني اكثر من استخدام هما دلوقتي هوا مثلا ده كانوا الطاقة بتاعت الهرم كانت بنفس الطريقة اللي هو بيتم تصلطها على طبقة العيون السفير هي كان لها تستخدمش بس كده هنتكلم فيه دلوقتي بس هي نفس فكرة منظومة سلاح حرب بتسخن بقى طبقة معينة السلاح حرب اللي واخد منهم بتسخن طبقة معينة في طبقة العيون السفير بعد كده بتوجهها بقى على حسب اللي انت عايزه انت عايز مثلا سلاح حرب دلوقتي بيقوم عامل زلازل يقوم عامل بتاع ممكن يستخدم في السيطرة على الوقول بالطاقة المغناطسية هي نفس اصلا فكرة التوليد الطاقة والكذا في الهرم لكن لما جيت اتكلم على الموضوع اللي هو بتاع الرانين طاقة الرانين وسيستم برضه احنا معلش ممكن توقف الفيديو في الحتة دي بعد اذنك دي نقطة مهمة جدا برضه في الموضوع بتاعنا ان ده اه لما انا كنت بقول دلوقتي في بداية توليد الطاقة الميكروية كان بيتم استغلال طاقة الرانين وعملها كطاقة زبزبات صوتية عالية اللي هي اه سونيك اينارجي او وكان دي بتستخدم بتستخدم لحاكتين اه بتستخدم لحاكتين اول حاجة توليد الطاقة الميكروية عن طريق الدخول لغرفة الملك وتأثير البيزوالكتريك وتوليد المجالات المغناطسية ودخول الهايدروجين المصنع من غرفة الملكة والكذا والكذا وبالتالي تتولى الطاقة ميكروية لكن لها بقى استخدام اخر برضه استخدام الاخر ان هذه النبضات النبضات او هذي السونيك اينارجي او الطاقة الصوتية كانت بتستخدم كنبضات صوتية لعمل ما يسمى الليفيتيشن او عكس الجاذبية الارضية ودي كانت الطريقة اللي تم بيها استجلاب احجار الاهرام واحجار المعابد اللي هي الضخمة والعواميد اللي هي مقامة من كتلة واحدة والمثالات المقامة من كتلة واحدة النقطة بقى ان اللي عندنا في الشمال ده اسمه عمود الدجد عمود الدجد ده كان له اكثر من استخدام هو كان بصورة عامة عبارة عن كويلات اللي هي بتستقطب الطاقة اللي سلكية اللي كانت بتولد من الهرم الطاقة الكهربائية والطاقة اللي سلكية اللي بتولد من الهرم كان بيحصل ايه ان في اسناء يعني لما يبقى فيه محطوط الاله جب تحت ما يعني انه هو هنا متوصل الارضي اهنا كنا ما بنفهمهاش كويس بس هما كانوا عندهم الفرانة كانوا بيعملوا بطريقة الرسم او بيعبروا عن الحاجة بطريقة الرسومات فعمود الديجيت داخل معنا في كذا حاجة ودي من احد يعني ده موجود ده بيستقبل الكهرباء يعني ده بياخد الكهرباء يحاولها بياخد الكهرباء اللي سلكية بياخدها هو بالزبط بيعمل كجالب او للطاقة وكان بتوصل للطاقة دي وكان فيه بقى اللي عندنا لناحية التانية ده ده عبارة عن ريسيفر وبيعمل كاتيونر عارف لما يبقى فيه اتنين انتنة للطاقة اتنين انتنة للطاقة هو ده بالزبط فحتى هما كانوا شرحين في كتاب اسمه وكتاب حبك ان دوت كانت يتم هما شرحينها كمان يعني مش احنا كده في الناس كده ده هما المصرين قدماء المصرين شرحينها في اكثر من برداية وشرحينها في كتاب حبك وشرحينها في استخدامات عمود الدجيت وشرحينها في كذا حاجة ان كان بس طبعا احنا التفسير بتاعنا او ان احنا بنبص مش عارفين نفسر هو اللي خلانا ما نفهمش لكنهما كان بيقول ان الطاقة الكبرى كان بيستخدمها صندوق اوزوريس لجلب احجار الاهرام عن بعد وكان بيستخدم عمود الدجيت وكان بيستخدم من ناحية التانية اللي هو الريسيفر ده كتنين انتنة لتقوية التقوية لاماكن بعيدة اللي زي المكسفات دلوقتي بتقع رأس ما بيسموها الحالات يعني نفس فكرة الكهرباء اللاسلكية اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي ونفس فكرة الكويلز اللي هي بتدعم توصيل الكهرباء لبعيد تستقبل الكهرباء اللاسلكية كان بيتم شحن الحجرة بالكهرباء اللاسلكية بحيث تعادل الكهرباء العادية الطبيعية للأرض وفي نفس الوقت عن طريق الموجات الصوتية كان بيتم اللافيتاشن بنفس النظرية اللي احنا مثبتنها في الكام سنة اللي فاتوا اللي هي طريقة شيل الحاجات التقيلة جدا باللافيتاشن الطريقة دي مثبتة برضو في الماية ومثبتة برضو لقوها نفس الطريقة دي في هرم البوسنيا اللي هو اللي اكتشف ان هو يعادل حجم الهرم الاجبر وكان برضو فيه توليد كهرباء فالطريقة دي مثبتة في أكثر من أهرمات طريقة دي مذكورة في أكثر من بردية وفي نفس الوقت مذكورة في كتاب حبك وعمود الديجيت ده كمان يعني عليه علامات كتير جدا وعليه أمور كتير جدا لأنه كان في حاجة بتتعمل في مصر القديمة اسمها تقوس التقوس الخاصة بعمود الديجيت في حاجة غريبة جدا أنه عمود الديجيت ده في جميع التقوس لأنه دايما بيتحط مماثل لميل محور الأرض بنفس زاوية ميل محور الأرض وأنه هو الجالب للطاقة وكان بيوصف أنه هو الجالب للطاقة وكان بيوصف أنه هو حمى مصر من أمور عظيمة وخاصة كان فيه بردية بتقول على تدمير جزيرة كانت تسمى جزيرة النار وأنه باستجلاب الطاقة عن طريق عمود الديجيت تم حماية مصر من فترة كان فيها وصف وكان فترة فيها كذا مما يدل على أنه هم استخدموا برضو زي نفس فكرة كهرباء بنفس فكرة سلاح حرب اللي هو